أكد محافظ الغربية طارق رحمي على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض المحافظة أشار محافظ الغربية إلى قرب انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الأعدادية بإجمالية تكلفة وصلت إلى 1.2 مليون جنيه إلى جانب استمرار أعمال تأهيل وتبطين طرعة الصاري بتكلفة وصلت إلى 4.3 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 57% حيث يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى مواجهة أزمة العجز المائي عن طريق الحفاظ على كمية المياه